مو ممكن حدا يقدر يهدد يلي بيجي على بيتي رح أقول يلي لازم ينقال إليه ببعن إذا شفتها مين قالك هالشي يا لياس؟ شو أهمية هالشي أمور؟ أنت بسئلي ليش لا تروحي وتعملي مشكلة بمكتبة لأوزجور؟ شو في داعي لهالشي؟ أنا ما عملت مشكلة رح أتقلت لك كم شغلة وطلعت رح أسألك السؤال من جديد لأنه مهمة كتير وظاهر الست أوزجور ما فهمت شو قلت إلي مين يلي قالك كل يلي صار؟ شو الفرق يعني؟ لو قلت لك أمي قالتلي بتروحي وبتعلقي معها شو رح تعملي؟ يعني هي رح تلعند أمك تشتكي عليه كمان؟ أمور؟ بس رؤي في مكان انتين سيتي مشاكلك بالمكان الخطأ هلأ أوزجور لوين راحت بعدين؟ وشو قالت؟ ومع مين؟ تركينا من هذا الحكي مع مين ما كان هذا الحكي مو مهم أبداً المهم والشي اللي بدي جواب عليه ضغري انت ليش عم تهددية لأوزجور هيك؟ فهميني بس أنا ما هددت قلت لها يلي رح يصير معه قلت لها تركي لياس وهتمي بشغلك ومعت بدي شوفك لا بي باتة ولا بالفندق وبظن هلحكي مفهوم وبس وين التهديد؟ قل لي لياس شو هدفك؟ ممكن تقلي لي؟ ها؟ اتقرب منك أكتر لياس مرأة بس يومين على تعارفنا وانتي انتقلتي لمرحلة التقرب مو هيك؟ بالضبط ايه؟ طبعاً انتي عندك درة وما بتفتح لي مجال بسهولة انتي أخت عدوية بنت ما عم تفهمي بتكوني أخت عدوية مجال شو يلي بدي أفتح لك يا؟ رح تجننيني انتي ولو كان اللي عم تحكي عنه أخي ولو كان عدوك لا تتواصل معي من خلال شخصتاني لياس أسس علاءة معي مباشرة وإذا ما أسست؟ تخسر الوقت المحدد إليك بس انت أدرا أنا في عندي وقت انت كمان عندك أعداء كتير عم أحكي من شان ما يروح الوقت عليك اسمعيني مني يلي لازم تفهميه هو ما لق أهمية يلي عم تفكري فيه أو اللي بدك يا مني بنوب فهمتي؟ بس طالما بدك تأسسي علاقة سنائية رح قول أول شغلة بتعمليها بتبعدي عن بيت أمي وما عاد تفتحي دفاتري الأديمي أبدا وما رح تضلي تتصلي فيني على طول فهمتي؟ يعني حتى لو كان بدك تنقذي حياتي من مصيبة لا تتصلي فيني عم تفهمي؟ روحي واهتمي بعيلتك لو سمحتي رجاءا شو بصير إذا فرضا ما عملت يلي نحكى؟ رح تواجهي الياس تاني ما بتعرفيه كم واحد في؟ كم واحد شو؟ يعني كم الياس في حابة شوفهم كلهم ليش ما قتلك أخوكي؟ ليش تركينك على راحتك؟ ها؟ لكي أنا عم أحكي عن بهزات خصوصا يعني بما أنه بيعرف أنك عم تشوف فيني لو كنت أنا أنا بحب أخواتي كتير واللي بحبون مع فيون يتخلصوا مني بسهولة مع فيون يقتلوني ومع فيون يرتاحوا مني شو عم تعملي؟ اليوم بصرت طلعت اللي أنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر